اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبي وسلم أجمعي إزاي يكوي أحلى متابعين في الدنيا يا رب تكونوا بخي النهاردة ان شاء الله معنا كبدة الجميلة دي كبدة اسكندراني كبدة خطيرة طعمها جميل جدا جدا وتنفع سندوتشات تنفع مع المكارونة كلها زي ما انت عايزة تأكله طعمها جميل جدا جدا وبطرقة حلوة وسهلة ويلا تعالوا نسمي الله ونصلى على الحبيب ونشوفوا المكونات معا معانا ما شاء الله الكبدة متقطعة كده صغير زي ما انتو شايفين ومعانا بصلة متخرة ناعم بصلة صغيرة متخرة ناعم ومعانا فلفل معانا عصير لمونة معانا معلقتين خلو كبار معانا حوالي عشر فصوص طم أو خمس فصوص طم أدقوين معايا اللهم صلى على النبي سبع بهارات ومعايا شطة ومعايا بابركة معايا ملح فلفل كصبرة دي المكونات بتاعتنا هنجيب الكبدة بتاعتنا المتقطعة زي ما انتو شايفين كده وطبعا احنا غسلينها بخل وشطفينها كويس جدا هنحط عليها الفلفل لو انت عندك فلفل ألوان حط عليها زي ما انت عاوزة وحطينا التوم وحطينا معلقتين الخل معلقتين خلو كبار معانا عصير لمونة عصير لمونة كبيرة ومعانا البهارات بتاعتنا اللي قتلكوا عليها ملح وفلفل وكصبرة وشطة زي حسب الرغبة وبابركة هنقلب كل المكونات دي مع بعضها جميلة جدا وبتدي رحة حلوة قوي قوي الخطوة دي مهمة جدا وبتدي رحة للكبدة حلوة قوي ويا سلم لو تسيبها شوية حوالي نص ساعة كده تعالوا مع بعض كده على البدو جاز حطانا مقلية وفها زيت ونزلنا مع بعض بالبصل قلنا بصلة صغيرة متقطع ناعم زي ما انتو شايفين كده وخرط عليها فص طم واحد او فص طم كده وانت وقفة عشان يخلي رحة البصلة معك جميلة وطبعا احنا حطين الطم بتاعنا حطونه في مع الكبدة زي ما انتو شايفينه اهو هنقلب كده حد ما رحة الطم تطلع كده والبصلة تتبل شوية مع الزيت وبعد كده هننزل بكل المكونات اللي معنا ديان الكبدة هننزل بالكبدة بتاعتنا بالفلفل بالبهارات بتاعتنا لحيتها جميلة جدا وزي ما انتو عارفين الكبدة بتاخدش وقت خالص في التسوية هنقلبها شوية كده ونسيبها تستاوى مع بعض اهو شايفين ما شاء الله طعمها جميل جدا ورحتها جايب الاخر الشار ما شاء الله جميلة جدا احلى من الكبدة اللي بتتشارى ميت مرة وانضف وانضمن هنسيب الشوية الصوص اللي فاها دول كده ينشفه وبعدان هنطفى عليه طبعا انت بتجاز بتاعك عالي علشان هي كل ما بتغيب عليها في التسوية كل ما بتبقى عاملة زي اللي استريتش كده وتضبط ملحك تدقها كده وتضبط ملحك لحد ما شوية الصوص دول اللي فاها الصوص اللي فاها ده ينشف بحيث لو عملت بها سندوتشت ولا حاجة ما تبوص العيش معك اهو ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده كده الكبدة معانا تمام وبقيت زي الفل وطعمها حلوة اوه تعالوا بقى نغرفها مع بعن نجبنا الطبق بتاعنا هننزل عليه بالكبدة كده جميلة جدا وسخنة وطعمها خطير اهو ما شاء الله زي ما انتو شايفين ياريتي يا جماعة ياريتي اللي عجب الفيديو بتاعنا ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي بيشوفنا اول مرة علشان يوصلوا منا كل جديد وياريت لايك وشير الفيديو نفسه اهو ما شاء الله جميلة جدا جدا جاهزة معاك هي للتقديم هنحط بس على كده حاجة نجرناشها كده بس ندي للطبق منظر جميل علشان يفتح النفس كده هي نفسها بتتحدث عن نفسها مش مستهل اي حاجة خالص جبنا معانا عودين الكزبرة كده اهو ما شاء الله لو حابة تقطع الكزبرة وترشها عليها زي ما انت عايز ويارب يكون فيديو النهاردة عجبكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله اشوفكم على خير اشتركوا في القناة